انا اقولك على قصة بتحصل دلوقتي حاليا يعني كارلوس كيروش هيطلع مع كبت شوبير خلاص او من المفترض ان هو هيطلع مع كبت شوبير ايه اللي حصل اه السيد جمال علام وهذا حقه طلب ان تكون الحلقة مسجلة ويسمع اللي هيطلع يقوله كارلوس كيروش ده انا رب انت ويوافق او يعني وده له سبب طبع وكارلوس كيروش قال لك انا عايز اهو يا او الله طب التاني يعني من التصرحات اللي احنا سمعناها ان هو ساعد بيقول حاجات ويرجع زي ما قال في تصريح مرة حاجة ورجع اعتذر عنها يمكن السيد جمال عايز كده عايز يسمع التصرحات لانه ممكن يقول حاجة قبل مطش مهمة طب انت ايه رأيك على ما لش انا اسف على اطلال ايه رأيك في عدم الطلوع احسن ولا انت شايف انه يطلع في انا الحياة استغربت يعني لكن في الاخر بني وبينك خبط اعلامية حلو طبعا دفعي زي الحدث ان انا مش عايزة يعني مش عايزة اقول رأيي انا لا انت عشان لو من ناحية الاعلامية طبعا ممتازة طبعا وهو اكيد ما استفاد كمان كيروش اكيد طبعا انا مش طلع كده لكن انت توقيت مش حلو توقيت سيئة جدا وما ينفعش على الهوى لانا الكلمة هتاخذ عليك في الوية على الهوى اسلام هتعلم منها موضوع كبير قوي خصوصا ان انت يعني انت بتحاول بتقفل تحاول تهدي الدليا بتحاول تهدي بتحاول تلصى من الناس دلوقتي بتحاول تقفل على فرقتك وتقفل على لعبتك وعلى كل حاجة ومنع التصرحات يعني اكتر حاجة سمعتها ومش مسدها لحد دلوقتي ان وقع الجمعة ممنوع من التصرحات دي قارتها مع انه غريب قوي مدير المنتخب مدير المنتخب غريبة جدا يا اسلام ما اعرفش طبعا انا قارتها ممكن يا رب تبقى خلط لا لا بس تصرح واعتذر ما اعرفش يا بعدها اصلا احنا كله اعتذر يعني لا لا بس دا رسمي دا بيان ناسي واعتذر ماشي ماشي كويس بعدها ما بعدها تقريبا ما فيش استعاد خالص حتى والجمعة انا بيجعب اعتذرات اعتذرات مش تعمل لحاجة ايه فاتر اعتذرات بتاع انا لو انا من اللي حصل في المباراة تعتمبارح دي اولا ممنوع حتى اعتذرات ممنوع كلام نسكت ولعب ورين بس نسكت والكلمة تتقال يعني ننتظركم مباراة قادمة بس انما يطلع كيروش اقولك انا هتمنى قابل نجيرة في النهائي انا مش عارف ايه وبعدين بيقول تصراحات باقيه دا اوه عن اللي بيحصل اوه لو متخن الشعب المصري في الكرة غبي يبقى اوه المتخلف لان كل كلمة بتتقال انت بتتوه الناس فين الناس عارفة كل حاجة وشايفها يعني مصر ما شاء الله فيها كمية الناس بتفهم في الكرة يعني لو جمعه يعني ييجي وعودوا هنا يتكلموا هيبقى ممتازين لان الكرة دي سلها الناس كلها يعني هيعاشة بيها فشايفين عندك اخطاء في كل حاجة فما ينفعش طالح تتكلم الكلام دا يعني هو كلام يعني دا الواحد اللي ممكن يبقى ممنوع من التصراحات هو تصراحاته صعبة جدا غريبة جدا